نروح لأخبارنا النهاردة ورأي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طلقة صدمة قوية بعد تأكيدات من اتحاد الكرة بتعرض محمود كهربا للإقاف خلال الساعات اللي جاية لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 8 مباريات على خلفية شكوى نادي الزمالك ضد طيب فيتوريا مصدوم ليه؟ فيتوريا كان مصدوم عشان كان عايز يضم كهربا في قائمة المنتخب القادمة استعدادا ليه مبارتي ملاوي في التصفيات المؤهلة لأم أفروكيا بكوديفور 2014 لكن عقوبة الإقاف مش هتمكن بيتوريا من ضم اللاعب وبالتالي لن يضموا تضامنا مع قرارات اتحاد الكرة طيب بالمناسبة يعني برضو تقالي إن كهربا لو تم إقافه هيبقى فيه فترة السناف فهيفضل يلعب لحد ما فترة السناف دي تخلص واوى وكلام دا كله كهربا لو توقف هيتوقف خد مني وامش ورايا كهربا لو صدر الكرار رسميا بإقافه أربع أو ست أو تمن مباريات هيتوقف هيتوقف حتى لو الأهل يقدم استئناف طيب هتقولي لو الأهل يقدم استئنافه الاستئناف دا تقبل وخففوا العقوبة كده كده هينظر في الاستئناف سريعا فيعني لو فوت أو خد مطشين التالت ممكن الحاوف الرابع فيقولك هنخفض الأقوبة من ستة لأربعة من تمانية لأربعة مثلا يعني بس كده كده لو قرار طلع هيتوقف عشان الكلام كان عنه لو في استئناف القرار هيتم إقافه مفيش مفيش يعني دا حصل مع امام عشور قبل كده على فكرة لما توقف والزمالك استئناف كان كده كده امام عشور موقوف لحد ما ينظر في استئناف الزمالك بس بفكرك بواقع يعني ممثل س بفكرك بواقع سيديد دوّ